لكن اللي بيسعى بقلب متيقن وفي السماء رزقكم وما توعدون بيسعى هو مطمئن مطمئن المدد الله كل انه مده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ويحس ان احلامه اسعى وطموحه وهو شخص طموحه وطموحه قريب ومستبشر بعطاء الله وبما خبأه الله له من النعم ومش محتاجه صراحة لدرجة ان كتير من الناس الدولة يقولك لو حد تجازب معي شيء ولا صارعني على شيء بس ايه قفلت الله لكن ما صارعش لانه مش محتاجه يسبق لدرجة انه حتى حتى في السير الى الله يقولك فان الوصول ليس لمن سبق ولكن لمن صدق يعني المسألة مش مسألة انت جريت قد ايه ولا سبقت قد ايه المسألة هو انت راسخ قد ايه فهو مش محتاجه يلحق حاجة لان حكت كلها متشالة دايما امي ارلايا الحمد بتقولك حكتك متشالة ما حدش ايه جنبها وفي السماء رزقوكم وما توعدو وفي ناس بتجري علشان تلحق الوقت وما حاسين كمان الوقت بيجري عشان نلحق الفرصة الاخيرة زي ما ناس بتجري عشان تلحق تنجز قبل ما تعجز في ناس كمان بتلحق الفرصة قبل ما تخلص فرصة اخيرة هتلاقي الناس ديات بيجروا بيجروا على اخر نفسهم يلحقوا يعملوا حاجة قبل ما يعجزوا ما جايز الحاجة تجيلك وانت معجز فتجدد حياتك انت ليه خليت ان انت لو عجزت هي دي نهاية الحياة لكن احنا مش محتاجين نجري حد يقول لي مش محتاجين نسعى او الشخص بقى النمط التاني ده بتاع الجري ده هو مش متصور الحياة من غير الجري احنا مش بنكلم على ان الواحد يسعى السعي ان انت تمشي بخطأ فيها تؤدة وفيها هدف لهو شخص نايم لكن واضح ماشي على طول ومستمر بس مش زي صاحب ندوة اللي هو ايه اللي بيتحقق فيه حديث رسول اللي بيجري على اخر نفسه ده اللي وحدت نبي قال في ايه ان المنبتة لا ارضا قطعة ولا ظهرا ابقى يعني ايه اللي بيجري على اخر نفسه ده لا بيوصل للي هو هطلبه ولا حتى اللي هو بيركبه هيفضل ان هو بيرهقه بيرهق نفسه يبقى احنا مش محتاجين نجري على اخر نفسنا احنا محتاجين نعيش بس بهمة يعني ايه بهمة يعني بمعنى بيملق القلب ان هو ما يكسلش ما يعجس الهم ان الواحد يعيش بجد فيما اقامه الله فيه لكن مش يجري عشان يلحق الله سبحانه وتعالى وسع حياتنا وسع اوقاتنا بل ان الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء عشان كده دايما بقول ان الوقت فيه سر رباني ولذا يتسع ويضيق بمقدار ما قسم لك الله سبحانه وتعالى من مدد وبسط فهو ليس انا شايف كده انا شايف كده فالوقت ليس سيفا الا حصل ماذا ليس سيفا يزل رقبتك بل هو محل مددك وسعتك فكم وسعه الله لك فالله سبحانه وتعالى قد وسعه فقضيت لك الحوائق وتحققت لك الامال الكبيرة ونزلت عليك الهبات العظيمة في طرفة عين حصل حصل نزلت عليك الخيرات الكتيرة لما كنتش تنتظرها ولذلك لازم تستمع معي لصوت الحقيقة وها تقول فتقول لك ايه الحقيقة نعم ان الحياة دقائق وثواني لا لتحيا مرعوبا من جريع قارب الساعة ولكن لتحيا على يقين من تجدد فيوضات الكريم وفتوحات الواسع عليك الى قيام الساعة الى قيام الساعة فالساعة من الوسع على فكرة لتعلم ان الذي يمسك حياتك ما زال سبحانه وتعالى يوسعه لك لتأتي اليه راضيا تأتي الى الله راضيا يبقى ده مهم جدا 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 نمط بقى انا محور ذاتي انا محور ذاتي انا الذاتي كلها بتدور حوالي وطول ما الانسان بيعيش باسلوب ان هو محور نفسه ومشوفش الناس حواليه طول ما نفسه ضيقة لانه ما بيشوفش غير وجهة نظره وجهة نظره بضيقة اللي بتشوف مشهد واحد زي ما انا كده ممكن اشوف فقط ووح حضراتكم لكن ما شوفش كل الاشياء اللي بتحطب بيكم وإن اللي حاصل وبقى شايف ان ده هو ده بس وجهة النظر فكتب من حيين بنشوف الناس كانهم مشاهد وفيلم ما بنشوفش انهم عندهم حياة وما بيسمعش الشخص ده غير افكاره وهو واثق انه هو الصح والناس كلها مش فاهم حاجة لذلك اصحاب البل الواسع بيعيشوا شايفين مدد ربنا في الناس حواليهم واصدرهم يا سيدي واسع اوي واقولهم كمان رزينة وكمان واسعة ومن جمالهم ان هما مش اصحاب وثقية يعني مش اصحاب وثقية الناس عندهم كل الكرم ده وكل الاخلاق دي المفروض يبقى هو راسق كده ومهموش لكن هما بيظنوا ان هما مش دايما بيكونوا على الصواب لكن بيقدروا ان هو يطلبوا الحقيقة فيعيشوا ويطلبوا الحقيقة وده في ذاته هو ده اللي بيكفيهم لكن مش لازم ان هو يكون الحقيقة مش لازم يحتكر الحقيقة وانزل الى جمال سيدنا بقى الامام الشفعي رضي الله عنه لم يقال ما جدلت احدا الا وتمنيت ان يظهر الله الحق على لسانه دوني دي امام قال لان اهم حاجة الحق اهم حاجة الجمال اهم حاجة الخير اهم حاجة الرحمة مش اهم حاجة انا اغزالё